اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان الاسهامات التشريعية في حصد المنجزات والمكتسبات الوطنية تؤكد تعاظم الدور المهم والمتنمي لعمل السلطة التشريعية في تحقيق الاهداف التنموية واشار معالي الان التوجيهات الملكية والكلمات السامية لجلالة الملك المعظم تشكل الركيزة الاساسية لعمل السلطة التشريعية مثنيا على التعاون والتنسيق والتشاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي يجسد اسم صور العطاء والعمل الوطني المشترك وبمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني نوه معالي بالاهتمام والمتابعة التي تحظى به السلطة التشريعية من لدني سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشيرا إلى أن العمل التشريعي في مملكة البحرين شهد تطورات عديدة جسدت المستوى العالي من الوعي لدى مختلف فئات المجتمع بأهمية المشاركة السياسية في صنع القرار